اجتمع وزراء الإعلام للدول الدعاية المكافحة الإرهاب في المنابة حيث رحبوا بالاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران أكبر دولة راعية للإرهاب مؤكدين على أهمية مكافحة الإرهاب وكل من يدعمه واشدد وزراء الإعلام للدول الدعاية المكافحة الإرهاب على ضرورة التصدي للدور القطري في التدخل في شؤون الداخلية للدول العربية من خلال دعم موفوم الإسلام السياسي المتبني للإرهاب كوسيلة لتحقيق الأهداف والذي بدأ منذ سنوات وما زال مستمرا في سياسة تخريبية واضحة وبشكل ممنهجة من جانب آخر أكد أصحاب المعالي الوزراء على همية التصدي لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر وأدرعها الأعلامية وتبنيها سياسة عزل الشعب القطري الشقيق عن محيطه الخليجي والعربي وأكد وزراء الإعلام ضرورة تعزيز قيم التسامح والتنوع التقافي وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المجتمعات في إظهار الوجه الحضاري لمنطقتنا وقيمنا السمحة إضافة إلى ذلك تناول اللقاء مجموعة من الاقتراحات حول تعزيز العمل الأعلامي المشرك بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والأرهاب في العالم والعمل على محاربة خطاب الكراهية ترجمة نانسي قنقر